اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أشتركوا في القناة اشتركوا في القناة و أشتركوا في القناة نعم نعم لا أعرف أن أجزب بالإحساس الذي عنجد مدايقني ممكن أن تقطع طفيفة لكن إذا مضبوط مدايقني لا أستطيع أن أخفي أو ما بيينه بوقت لا يجب أن يبين قبل جني جني كنت طالع مدمر على المسرح لم أستطيع أن تبين على وجه بالأركة وحدك بنصفها لكن حسيت أن الأسد بالمغنى دغري بيين على وجه قال لي شو باك أنا أكلت قتلى هيدا شراري بنصفها بس ما أقدر أفصل لهذا الشيء هيدا الشيء مش مصبوط يعني عادي شو باك؟ كلنا في نفس الوضع بس في فرق أن أنت تقدر تفصل في عالم بتقدر تفصل أنت مثلا بيشوف باكستاج بيقول هيدا حيطلع يندو بحظه أيام على المسرح بس أنه تقدر تفصل فهمت كيف؟ بس عموما بتطلع تعمل كل الأحوال بتطلع تعمل بطلع شو؟ بطلع غنة بتطلع تعمل كل حاجة بتطلع تعملها كويس في فرق أنك آه يبنع على وجهك بالنسبة لإله ليه كتبه؟ أنا ماش بابده ما بقى يهمني أنا بس أطلع قد بالنسبة للعالم أوكي بس أنت أقوم بالك تجليل تقول لي يا رفاين محطاش الله مرة مرتين بس من يوم ما جيت يعني يعني أنت تغير كده أنت بتطلع تكتصر الدنيا تبقى موت تمامة لا تفتشى الله هي مرة واحدة بعد اللي عم بسير بعد اللي عم بقطع عموما حتى المرة اللي فاتت كانت حلوة المرة اللي قبلها كانت حلوة ماري ماري أمرة أنيسة الوحيدة بس كما كنت أنت أولا عجلني بس هي دي الوحيدة اللي كنت طالع موتك ما كانتش حلوة بس التكن البيئة كله كان حلوة وتنعطش تفكر في القصة دي يعني أنت كأداء في كله كان حلوة مش ليك العموما بعرف لو مش حلوة أنا ماني موجود هون يعني هيدا تكنيك ما بحكي لا هونت في جني وموجود بس هي الفكرة في إيه أنت غنيك كويس في جيني بس أنا أتكلم بحيث الارتياح اللي عاوشك موجود في كل الأحوال بس هيدا مش لي يعني إذا بعدان إذا أنا ظلم بدي كفّ بالطريق الفن ووالله وفقني ووجدتني الفرصة أني أقدر بس أتحكم بهالشي صدقنا لأ أنت هتقدر تتحكم لازم تقدر تتحكم في ده يعني لو حاجة لو حاجة أولك ما أقول ضغط الأكاديمي أولك ما أقول ضغط الأكاديمي والقعدة هون هي هي هيك وحتى لو بغل لو أنت خبالك بره نفس القصة هتحصلها لا ممكن ضغط الشغل بس ضغط المكانة ضغط الشغل والتفكير وأن أنت ممكن تعمل حاجة لخضر الله تفشل فتبقى عايز تعمل حاجة أكتر فتعط تفكر في النفسية يعني التفاهم قصدي هيدا قادر أهرب منه هيدا كي عندي جين كتير مسؤوليات أقدر أشتغلوا بكتير لأن نفسيا يعني محاكنة بجروب بعالم بإيجابية يعني بقدر أسنوا الظهر عليهم عرفت كيف؟ أنا هيدا اللي أقول لها اللي هتفرق إيه بقى أن أنت لازم تعملها لما تخرج أن أنت تحاول قبل أي حاجة تجي أنت هتيجي تعملها في حياتك لازم تبقى أنت مهيئ نفسيا حتى لو أنت في حاجة شخصية عندك في حياتك لازم تبقى نفسك قبلها بيومين ثلاثة نفسيا أنك تكون مرتاح إلا إلا لو حاجة حصلت فجأة قلبت لك مودك مجبر مجبر في ثانية أنك تغير مودة هيدا اللي بديه يعني أنت مينفعش بقى بره مثلا أنك مودك يبقى متغير فمسلا أن يجي لحد من الفانس يسلم عليك أو الكلام ده فتبقى أنت تفضل مكشف أنت في المرحلة اللي أنت فيها دي وصلت المرحلة أنا أقول لك وصلت المرحلة عملت فيها بالنسبة للشخص رفايل إنجاز وبالنسبة لعالم بره إنجاز الإنجاز لأن العالم بره يعني صعب أن حد يشوف حد في أول أسبوع أنه أضعف شخص موجود في الأكاديم ويطلع من إيه؟ هو أول واحد بيطلع في الأسبوع ده هم الناس بتبقى شايفين أنه أقل واحد في الثمنتاشر فتطلعونه من إيه؟ فصعب أنهم يشوفوا شخص بالمنظر ده وحد دلوقتي يشوفينك في البرنامي الأربعة عشر فطبيعي يضيف حد ذاته إنجاز فالناس بره وليك ده إنجاز شخصيا الناس شايفاك إزاي؟ ما فيهاش ما فيهاش كلام كشغل بينك وبين نفسك أنت عارف أنك تقديد فأنت في كل الأحوال ربحانت بزيادة بس هي بتصير تأثر عليك بين أنه في عالم شايفينك